السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تعلقنا طبعاً بأنشطة لتقويم ودعم التعلومات طبعاً الوحدة الثانية المكون هو طبعاً الجغرافية القسم الخامس ابتدائي طبعاً المفيد المرجع والمفيد في الجمعيات الدرسان طبعاً في مدى الدرس التالي وهو مميزات تداريس وطنية رسم خريطة ثم عدنا الدرس الرابع وهو مميزات مناخ وطني الحرارة والتساقطات وتمثيلها إذن نعم بدأ بالتمرير الأول يقول أنقل الجدول التالي في دفتري وأعبئ فراغاته بوضع علامة في الخانة المناسبة لتحريك كل نوع من أنواع الرموز مستعملة في التعبير إذن عدنا أنواع الرموز نقضية أو خطية أو مساحية فمثلاً الحدود الحدود فطبعاً تكون خطية عبارة خطوط مدينة نقضية نعم موقع مدينة نقضية بحر فالبحر فهي مساحة نعم مساحية وثم طريق طريق سيكون عندنا سنرى خطي طريق إذن سيكون عندنا ها هما طريق خطي نعم الرمز خطية ثم النهر نهر فهو خطي نعم مدينة نهر نقضية هذا طبعاً بالنسبة تمرين الأول نعم نمر الآن إلى تمرين الثاني الذي يقول لنا أعرف ما يلي ها هو التمرين كبره أعرف بما يلي الرمز النقطي والرمز الخطي والرمز المساحي إذن وعندنا نتيجة في الكتاب هذا التعريف هذا الرمز النقطي يمثل ضواهر ضيقة في المجال مثلاً موقع مدينة ميناء أو غير ذلك ولكن الرمز الخطي يمثل ضواهر خطية ممتدة بحل الحدود مثلاً الحدود طرق فهي النهر مثلاً الرمز المساحي يمثل ضواهر متاسعة في المجال مثل مثلاً جبال طبعاً محيط المحيط المحيط أطلانتي أو غيره البحر مثلاً بحيرة واستغلال أراضي طبعاً للزراعة استغلال أراضي للزراعة مثلاً السهول كذلك الهضاب فهذه طبعاً عند رمز مساحي بالنسبة التمرين الدرس للمميزة مناخ وطني الحرارة والتساقطات طبعاً أكمل فراغات فقر الموالية مما يناسب من المفردات عندنا هنا المناخ الرياح محطة أرصال الجوية التساقطات التقس الحرارة فنقول تتغير الأحوال الجوية بالسمرار خلال يوم خلال يوم استطروا هذه الكلمة خلال يوم وفي مدة قصيرة في مدة قصيرة يسمى ذلك بالتقس نعم لأنه خلال يوم ومدة قصيرة يسمى بالتقس كما تتغير أيضاً خلال فصول السنة وفي مدة طويلة وهذا ما يطلق عليه مصطلح المناخ ها هي المناخ إذن هذا أول فرق بين التقس والمناخ التقس يكون مدة قصيرة خلال يوم وبالنسبة المناخ يكون خصول سنة مدى طويلة نعم ومن أهم العناصر المتغيرة في الأحوال الجوية كان الرياح كان التساقطات ثم كان الحرارة أدوماً لتتغير العناصر المتغيرة في الأحوال الجوية إذن قلنا تساقطات الحرارة وكذلك الرياح والتي يتم قياس يومياً في محطة الأرصاد الجوية في محطة الأرصاد الجوية سنرى سنرى هنا طبعاً الجوة مكتوبة هنا عدنا تتغير الأحوال الجوية بالسمر خلال يوم وفي مدة قصيرة ويسمى ذلك التقس بالتقس كما تتغيره أيضاً خلال فصول سنوى في مدة طويلة في مدة طويلة وهذا ما يطلق عليه مصطلح المناخ ومن أهم العناصر المتغيرة في الأحوال الجوية كذلك الرياح التساقطات والحرارة والتي يتم قياسها طبعاً يومياً في محطة الأرصاد الجوية نعم سنرى السؤال الموالي تشعروا هنا يا حسن قالوا لنا التمرين الثاني تعلق بمميزة المناخ وطني عرف المغرب في العقود الآخرة ظروفاً اقتصادية هشة زادت من حدتها مدى ظاهرات التغير المناخي التي ما نتائجها أثرت سلباً على البيئة والقطاعات الإنتاجية وساهمت كذلك نتائجها في النقض الكبير الذي عرفته الموارد المائية بالمغرب إذن ظاهرة طبعاً عرفها المغرب هي التغير المناخي الأفضار ديالها هو تأثير سلباً على البيئة على القطاع الإنتاجية وكذلك النقض كبير الذي عرفته الموارد المائية استخدام النص الظاهرة الطبيعية التي تأثر بها المغرب في العقود إذن الظاهرة التغير المناخي التغير المناخي يعني كلها تساقطت فيه وبين نتائج السلبية المترتبة عن هذه الظائرة من بين تأثير السلبية البيئة قطعة الإنتاجية الطرية سلبة قطعة الإنتاجية نقص في الثروة المائية نعم بالمغرب نقص الموارد المائية بالمغرب سنرى طبعاً نشوف الإجابات نعم هنا إذن الظاهرة الطبيعية التي تأثر بها المغرب في العقود الأخيرة هي ظاهرة التغير المناخي التغير المناخي والنتائج السلبية المترتبة عن هذه الظاهرة الطبيعية قلنا التأثير السلبي على البيئة والقطاعات الإنتاجية النقص كبير في الموارد المائية النقص كبير طبعاً في الموارد المائية طبعاً ربما انتهينا أتمنى لكم التوفيق أبناء العزاء